الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة أولى ثانوي أهلا بكم لقناتكم لرياضيات إذن اليوم ما جبت لكم حل تمرين رقم 43 صفحة 21 وتمرين رقم 50 صفحة 21 إذن تمرين هذا يعني لقيت فيهم أفكار ملاح حبيت نشاركهم معكم وأما التمرين رقم 50 صفحة 21 جاءني من أحد المشتركات لنحييها ونحيي جميع المشتركين القناة والغير المشتركين اللي جاون اليوم مرحبا بكم جميعا إلى قناتكم لرياضيات من أجل العلم إذن التمرين يقول إلي يكون A و B عددين حقيقيين يعني ينتمين إلى مجموعة R يحققان العلاقتين التاليتين العلاقة الأولى هو A زائد B يسوي واحد والعلاقة الثانية هي A مربع زائد B مربع يسوي اثنين يقول السؤال الأول أحسب العدد A في B إذن نرقزوا معي إحنا عدنا العلاقة الأولى A مربع زائد B مربع يسوي اثنين و A زائد B يسوي واحد والمطلوب إيجاد A في B إذن من هذه نلاحظ أنها A في B و A مربع زائد B مربع هي عبارات الجداء الشهير رقم واحد إذن منه جينا الفكرة باستعمال المتطابقة الشهيرة رقم واحد لتنص على ما يلي A زائد B الكل مربع هو الحد الأول زائد مضاعف الأحد الأول في الثاني يعني اثنين A B زائد B مربع ثم إذن احنا هنا عندي كن جمع إذن A زائد B لكل مربع نجمع A مربع زائد B مربع ثم وش يبقى لي يبقى لي زائد ثنين A في B إحنا المراد إيجاد A B إذن ثنين A B رح ندروه في الجهة اليسرى وش يبقى لي يبقى لي A زائد B لكل مربع ناقص يعني نجيب طرف هذا كامل إلى الطرف الأيسر إذن ناقص درت بين قوسين الحد A مربع زائد B مربع منه A B وش رح يساوي لي رح يساوي لي A زائد B الكل مربع ناقص A مربع زائد B مربع تقسيم ثنين ثم احنا عندنا في المعطيات A زائد B يساوي واحد وعندي في المعطيات A مربع زائد B مربع يساوي ثنين إذن ما علي إلا أن نعوض إذن نعوض إذن A B ماذا يساوي؟ قلنا أن A زائد B الكل مربع احنا عندي العلاقة A زائد B يساوي واحد إذن تولي لي واحد الكل مربع لأنني عوضت A زائد B بالواحد ثم ناقص A مربع زائد B مربع معطات هي ثنين ومنه التقسيم ثنين إذن وش يخرج لي؟ يخرج لي هذا يساوي واحد مربع هو واحد ناقص ثنين إذن يساوي ناقص واحد على ثنين إذن في الآخير أبي ماذا يساوي؟ يساوي ناقص نص ومنه الإجابة على السؤال الأول ننطلق على بركة الله للسؤال الثاني السؤال الثاني يقول ركزوا معايا برهن إذن قلت السؤال الثاني يقول برهن أن A واس أربعة زائد B واس أربعة عدد عشوري نتابهوا معايا إذن نفس الفكرة نستعمل دائما المتطبقة شاهيرة واحد ولكن في المرة هذه لا نستعمل A زائد B نستعمل A مربع زائد B مربع الكل مربع يعني عوضا ما نكتب A نكتب A مربع وعلا بش يخرج لي طرف A واس أربعة لاحظوا معايا إذن متطبقة شاهرة الأولى تقول مربع الأول إذن مربع A مربع زائد ضعف الأول في الثاني يعني زائد اثنين A مربع في بمربع زائد مربع الطرف الثاني وهو بمربع ثم وش يخرج لي A مربع لكل مربع احنا نعرفوا أن قوة عدد أس آم الكل أس آم هو ثنين في ثنين إذن تمتلك A واس أربعة زائد ثنين A مربع بمربع زائد نفس الشيء بوس أربعة نتابع العملية احنا حبينا A مربع زائد بمربع يعني الطرف هذا إذن ماذا يساوي؟ نجبدوهم العلاقة هذه إذن A مربع زائد بمربع ماذا يساوي؟ ننقل الطرف زائد اثنين A مربع بمربع إلى الطرف A مربع زائد بمربع لكل مربع نتحصل على ما يلي نتحصل على A مربع زائد بمربع لكل مربع هنا فقط هنا A مربع يساوي ناقص هنا ناقص لأننا نقلنا الطرف هذا إلى الجهة اليسرى إذن هنا يخرج لناقص نتابع العملية إذن قلت إذن الآن عندي هذا ثنين A مربع بمربع إذن كتبته بطريقة أخرى عبارة عن A في B لكل مربع إذن ثم نعرف العلاقة هذه اللي تقول نكتبها لكم باش ما تنسوهاش إذن نعرف العلاقة كي تقول A أسئل في B أسئل هذه ممكن كتابتها على شكل A في B الكل أسئل هذه نعرفها في العلاقات تتع القوى إذن نتابع إذن الآن A مربع أسئل أربعة زائد B مربع ماذا يساوي نعوض إذن نعوض إذن نعوض إذن تقول إذن تقول لي هنا 2 الكل مربع ناقص 2 2 نعوض نعوض نكتب هالكم ناقص نصف في ناقص نصف أرجو منكم التركيز فقط إذن نكتب دائما A فس أربعة زائد B فس أربعة ماذا تساوي إذن تساوي أربعة هنا ناقص 2 هنا في ناقص 1 في ناقص 1 زائد 1 2 في 2 لأن كسر كنضرب كسر في كسر نضرب البسط في البسط والمقام في المقام عفوا هنا أربعة إذن نختزل 2 مع أربعة وش يبقى لي يبقى لي 4 ناقص نصف إذن هذه تساوي 4 ناقص نصف لأنني اختزلت 2 مع 4 يبقى لي نصف ثم نتابع العملية نوحد المقام إذن تساوي إذن المقام المشترك هو 2 ركزوا معي إذن 4 في 2 8 ناقص 1 إذن وصلنا 8 ناقص 1 على 2 و8 ناقص 1 على 2 هو 7 على 2 منه كن قسمه 7 على 2 تخرج لـ 3.5 كما نعلم أن هذا عدد ينتمي إلى الأداد العشرية وبهذا نكون جبنا على السؤال الثاني ليقول برهن أن A أس أربعة زائد بأس أربعة عدد عشوري إذن 3.5 عدد عشوري ممكن أن نكتب هكذا أو أقول بعبارة أخرى نتابه معي 7 أو ممكن نبرهن على ذلك بطريقة أخرى 2 على 7 ممكن كتابته بشكل آخر هو 7 7 على 2 يساوي 7 على 2 و1 في 5 و0 كما نعلم أن 5 و0 ماذا يساوي لماذا كتبت في 5 و0 5 هو 1 كأني ضربت ذهنة في 1 لماذا لأن أي عدد عشوري يكتب على شكل A على 2 أسآل في 5 أسآل فإنه عدد عشور منه هذا ينتمي إلى الأعداد العشورية أتمنى أن يكون التمرين مفهوم للجابعة إذن نتابع الحل السؤال الثالث يقول برهن بالحساب أن عندي عددين A يساوي 1 نقص جذر ثلاثة وB يساوي 1 زيد جذر ثلاثة على اثنين يقول السؤال برهن بالحساب يعني بالعملية الحسابية أن A وB يحققان الشرطين واحد إذن حسب السؤال الأول ما هما الشرطين الشرطين هو أن يكون A زائد B يساوي واحد يعني مجموع هذا العدد زائد هذا العدد يساوي واحد والشرط الثاني أن يكون مربع هذا العدد زائد مربع هذا العدد يساوي ثنين إذن إذن فلننطلق على بركة الله نبدوها بالشرط الأول اللي هو A زائد B يساوي واحد ركزوا معي إذن A زائد B ماذا يساوي رح نكتب ماذا يساوي A اللي هو واحد ناقص جذر ثلاثة على ثنين زائد الشرط الثاني واحد زائد جذر ثلاثة على ثنين ثم نجمع إذن هنا نلاحظ أن المقام موحد إذن المقام المشترك هو ثنين إذن كتبوا على ثنين ثم نجمع واحد إذن توليلي واحد ناقص جذر ثلاثة ركزوا معي يعني كتبت أتاعي واحد ناقص جذر ثلاثة زائد واحد زائد جذر ثلاثة ماذا نلاحظ نلاحظ أن هنا عندي ناقص جذر ثلاثة وزائد جذر ثلاثة ماذا يساوي يساوي السفر وش يبقى لي يبقى لي واحد زائد واحد ويساوي ثنين إذن ثنين على ثنين ماذا يساوي ثنين على ثنين يساوي واحد ماذا نلاحظ نلاحظ أن آ زائد ب يساوي واحد إذن الشرط الأول محقق ننطلق على بركة الله في الشرط الثاني الشرط الثاني ما هو شرط الثاني الشرط الثاني يقول A مربع زائد B مربع يساوي 2 إذن ننطلق أولا من A مربع زائد B مربع نعوذ A بالقيمة تولي هو واحد ناقص جدر ثلاثة على 2 الكل مربع زائد B وهو واحد زائد جدر ثلاثة الكل مربع إذن تبهوا معايا ماذا يساوي مربع هذا العدد يساوي مربع البسط على مربع المقام إذن إذن A مربع زائد B مربع ماذا يساوي إذن يساوي مربع البسط لهو 1 ناقص جيدة 3 لكل مربع زائد 1 زائد جيدة 3 لكل مربع على 2 لكل مربع لماذا درت مقام مشترك لأنه هنا يولي لي 2 مربع و2 مربع إذن وحد المقامات مباشرة إذن هذا ماذا يساوي رح أطبق المتطبق الشهيرة A ناقص ب لكل مربع نتبهوا معي إذن A 1 ناقص جيدة 3 لكل مربع رح تساوي لي مربع الأول يعني 1 مربع لهو 1 ناقص 2 الأول في الثاني يعني 2 جيدة 3 زائد مربع الأخير يعني جيدة 3 لكل مربع ركزوا معي زائد الآن رح ندير 1 زائد جيدة 3 لكل مربع ماذا يساوي إذن يساوي لي ركزوا معي نفس الشيء مربع الأول لهو 1 لهو زائد 1 زائد 2 في الأول في الثاني زائد 2 جيدة 3 3 أخيراً زائد مربع العدد الأخير وهو جذر 3 إذن جذر 3 جذر 3 الكل مربع هذا كله تحت المقام إذن في الأخير ركزوا معي إذن عندي هنا ناقص 2 جذر 3 يروح لي مع العدد زائد 2 جذر 3 إذن وشي بقالي وجذر 3 لكل مربع ماذا يساوي يساوي ثلاثة هنا جذر 3 لكل مربع ماذا يساوي رح يساوي لي العدد ثلاثة ثم رح نحسب إذن وشي بقالي بقالي 1 زائد 3 4 4 زائد 1 5 زائد 3 8 على 6 عفواً هنا على 4 2 مربع إذن 8 على 4 وش تمدلي تمدلي العدد 2 إذن كتبت 8 على 4 تساوي 2 منه الشرط الثاني وحقق إذن هذا بالنسبة للتمرين رقم 43 صفحة 21 أتمنى أن يكون الشرح مفهوم للجميع إذن ننطلق مع بعض على بركة الله في التمرين رقم 50 صفحة 21 ركزوا معي التمرين مهم جدا هو على الكتابة العلمية ولكن في هذه المرة مكتوب العدد على شكل يعني السؤال يقول اكتب على شكل العلمي العدد A العدد A هو 9 في 10 أس ناقص 3 زائد 0.4 في 10 أس ناقص 2 ناقص 9 في 10 أس ناقص 4 أولا قبل ما نبدأ في هذا التمرين إذن رح نذكركم تذكير صغيرة وهي الكتابة العلمية للعدد إذن الكتابة العلمية للعدد هو كتابته على شكل A في 10 أس N مع N عدد عفوا هنا عدد نسبي إذن مع آن عدد نسبي إذن حيث A عدد عشوري ويكون جزءه الصحيح هذا العدد نيره A هو عدد عشوري حيث يكون الشرط عليه أن يكون جزءه الصحيح محصور بين 1 و 9 إذن ركزوا معي هذا هو بالنسبة للكتابة العلمية ثم نقول لي الـ 80 تاعي أ تاعي يساوي 9 في 10 أس ناقص 3 زائد 0.4 في 10 أس ناقص 2 ناقص 9 في 10 أس ناقص 4 إذن هل نستطيع أن أجمع الحدود 3؟ جيد لا نستطيع لماذا؟ لأن الأسس هنا مختلفة الأسس الأول هو ناقص 3 الأسس الثاني هو ناقص 2 والأسس ثلاثة هو ناقص 4 إذن مش رح ندير هنا أول خطوة رح نديرها نحول الأعداد كلها يعني 9 في 10 أس ناقص 3 أو 0.4 في 10 أس ناقص 2 وتسعة في 10 أس ناقص 4 إلى قوة لها نفس الأس هنا في هذا الدمرين رح أختار انتم ما تختاروا قيمة تحبوا أنا اخترت القوة ناقص 3 إذن رح أحول أعداد كلها إلى 10 أس ناقص 3 فيما يخص العدد الأول رح تسعة في 10 أس ناقص 3 نخليه كما هو علي أولاً ثانياً أن أحول 0.4 في 10 أس ناقص 2 إلى قوة أس ناقص 3 ركزوا معي كيف رح نحول جبت لكم طريقة بسيطة إذن عندي 0.4 في 10 أس ناقص 2 كيف نحوله إلى 10 أس ناقص 3 أولاً رح نكتب 0.4 على شكل 4 على 10 في 10 أس ناقص 2 نخليه كما هو وأربعة على عشرة ماذا يساوي يساوي 10 أربعة في ركزوا معي أربعة في نكتبه إذن أعيد قلت أن 0.4 ممكن كتابته على شكل 4 على 10 ونخلي الأستاع كما هو في 10 أس ناقص 2 ولكن 4 على 10 كيف ممكن كتابته بطريقة أخرى ممكن كتابته على شكل 4 في 10 أس ناقص 1 وبالتالي نجمع الأسس هنا 10 أس ناقص 1 اللي رهي هنا مع 10 أس ناقص 3 لأن عندي 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 3 إذن يساوي 4 في 10 أس ناقص 3 ومنه حولنا من 0.4 في 10 أس ناقص 2 إلى 4 في 10 أس ناقص 3 الأب قالنا عدد لازم نحولوه من 9 في 10 أس ناقص 4 إلى عدد في 10 أس ناقص 3 ركزوا معي 9 في 10 أس ناقص 4 كيف ممكن كتابته بشكل آخر ممكن كتابته على شكل 9 تقسيم 10 ألاف يعني 1 وأربعة أصفر ثم وش رح ندير رح نكتب هذا العدد أيضا على شكل 9 على 10 في 1 على ألف وعلاه خممت مباشرة في 1 على ألف لأن هذا كله هو 10 أس ناقص 3 ومنه 9 على 10 ماذا يساوي رح يساوي لي 0.9 في 10 أس ناقص 3 إذن حولت من 9 في 10 أس ناقص 4 إلى عدد يعني 0.9 في 10 أس ناقص 3 الآن ولا أتاعي كل حدوده هو من الشكل أعداد في 10 أس ناقص 3 نعود إلى الأتاعنا لهو 9 في 10 أس ناقص 3 نكتبه إذن نكتب إذن قلت نعوض إذن أتاعي يساوي 9 في 10 أس ناقص 3 نخليه كما هو زائد 4 في 10 أس ناقص 3 نناقص 0.9 في 10 أس ناقص 3 الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كل الحدود لها عامل مشترك وهو 10 أس ناقص 3 الآن وش معنتها؟ معنتها ممكن جمع الأعداد إذن نح 10 أس ناقص 3 كعامل مشترك وش يبقى لي؟ هنا يبقى لي 9 زائد 4 زائد ناقص هنا ناقص 0.9 إذن وش يبقى لي أ؟ أ ماذا يساوي؟ كنجمع 9 زائد 4 ناقص 0.9 بالألال حسيبة أحتخرج لكم 12.1 في 10 أس ناقص 3 هل أ مكتوب على شكل كتابة علمية؟ لا لماذا؟ لأن قلنا أن جزءه الصحيح لازم يكون محصور بين الواحد وتسعة إذن أنقل الفاصلة من هنا إلى المرتبة هذه باش تولي لي آ يساوي 1.21 نضرب في 10 أس واحد الفاصلة كن بدلها من اليمين إلى اليسار يعني الاتجاه هذا رح نضرب في قوة أس عدد موجب إذن في يعني مشينا بها مرتبة واحدة نضرب في 10 أس واحد إذن أتاعي تساوي 1.21 في 10 أس واحد في 10 أس ناقص 3 إذن كن جمع واحد مع ناقص 3 وش يمبله؟ يمبله 10 أس ناقص 2 وفي الأخير الكتابة العلمية لآ هي 1.21 في 10 أس ناقص 2 أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة للجميع ومراجعة موفقة وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته